زوجي بيبعدني عن أهلي أعمل إيه؟ لو كان بيبعدك عن أبوك وأمك ما تستجيبش إليه يعني لو بيؤمرك بقطع رحمك وعدم بر أبوك وأمك لا ما تستجيبش إليه يعني إيه ما تستجيبش إليه؟ اللي هو بيعمله ده مش هقولك أن أنت تتنزع معاه لا أنا هوجه له الكلام دلوقتي منعك لزوجتك أن هي تبر أبوها وأمها أو منعك لها من زيارة أبوها وأمها ده حرام عليك لا يجوز شرعا لا يجوز لك أن أنت تمنعها من زيارة أبوها وأمها وكذلك ما يجوز لك أن أنت تمنعها من زيارة إخوتها مثلا في أوقات متبعنا فيبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ده مش من حقك أن أنت تعمل ده إذا كانت هي بتروح لأهلها بغير شيء مضر أن هم مثلا عندهم المكان اللي بتزوروا فيهم دولة مكان بيحصل فيه أي مشكلات فيه خطر على حياتهم ما فيش الكلام ده يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ليس لك حق أن تقوم بمنع زوجتك من أهلك أنت بتقول لي بقى أعمل إيه؟ ببساطة خالص إحسني إليه والأهله لأن أقرب طريق لقلب جوزك أهله وقد يكون هو بيعمل كده لأنه حاسس أن أنت لا تفعلي مع أهله ما يتمنى أن تفعليه فبيعمل ده بشكل انتقام عندنا زائرة زائرة اسمها لانتقام الزواجي فممكن يكون بيعمل كده لهذا السبب وقد يكون بيعمل كده لأنه بيغير عليك يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى تخففي ما أنتوا يسألتين يعمل إيه؟ ودي استشارة تخففي من الزيارة تروح تزوري لمدة ساعة وترجعي مش لازم الزيارة تبقى يوم بحاله يبقى إيه اللي حاصل؟ لغاية ما هو يحس بالسعادة والأمر الثاني الأمر سهل اطلوب منه أنه هو يصحبك لغاية الزيارة لاناك يبقى عندنا شوية حاجات كده لو تعملت أنت سألتيني الاستشارة لنعمل إيه؟ خففي من الزيارة واطلوب منه أنه هو يصحبك في هذه الزيارة وكمان أحسني إليه والأهله كل ده هيخلي المسائل أنه هو يحس بأن زيارتك لأهلك مش بتأثر بالسلب على حياتك الزوجية ترجمة نانسي قنقر